تأهيل النفس في الحتة دي أول ما بدأت أفقد إمكانيات الحركية وما بقيتش عارفة أمشي كويس ومش عارفة أركب عجلتي وبعيط والكلام ده كانت من الحاجات الجميلة جدا اللي أمي قالت هالي قالت لي ما تزعليش يا هبة ما تزعليش أنت بكرة كل الناس أتعد لأن الأطفال هي اللي بتجري وتلعب كتير لكن كل ما الناس بتجبر بتبتدي تقعد وتتكلم فأنا مش عايزكي تشتكي لحد إذا كنت تعبانة إلا إذا كان دكتور ما تنجيش مع الناس وتقول لهم أي إيدي وجعاني هيعملك إيه لو إيدك وجعك أنت عارفة فعلا أنه عمرنا بس معناكي حتى قلت ينتعبانة أموك هذا خالص لأن لأن دا كلام مفروضة وجهه آه للدكتور فأنت مش دكتور فلازم قعدتي تبقى معاك مسلية ولطيفة ونتحك ونهرج ونعمل تقوم بعد كده تقول أوه الله هيب نقص الأعداد هي بقى اللي علمتني كده الله عليها قالتلي لازم الناس تستمتع بشخصيتك انت عندك شخصية لذيذة شيء جبار جبار وفاقوي وتشفتك وما تعاديش تتعياتي وتقولي أنا وأنا وأنا بدا من اللي قدامك مش هيقدر يساعدك أعودي أعدتك وخلي الناس تتلم عليك بحلاوة المعاملة وحلاوة الأعداد فده اللي انت بتقول انك انت ازاي تخلي دماغك تبقى جميلة وشخصيتك جميلة تقوم تلم الناس حواليك لأن كم واحد هيجي يسأل عليك لو انت خدت كاركتر المريض عندك حق والله يا بل لأن عندنا صديق صديق يعني صديق عزيز جدا شكاي بكاي لا لا مش كاي بكاي هو يعني راجل جبار يعني بس يعني عمل كان بقى من عملية قلب المفتوح وجات له جلطة في المخ فانتهى انه هو عنده إعاقة عنده إعاقة في إيده وصوري وخيمان يا حرام وهي لصي تعمى يعني مش اختشاش خالص ولازم حد يأكله ويشربه مش عارف يعمل التحول ده فكلها بنحبه وبنزوره وبنروح لوقتي بس بعد شوية بنفس المفهومك ده بيصبح زيارته تقيلة طبعا طبعا ويصبح تليفونه بس هو الحقيقة بس هقولك على حاجة ده المفروض حد يساعدك فيه يعني أنا اللي ساعدتني فيه وكانت على هذا معي أمي ومن قليل ومن سنه صغير بس لو حد كبير لازم يبقى فيه ثرابست كله النقلة دي لأنه بس نقلت أن أنت من شخص فول باور لشخص عندك محدودية في الحركة مش جزاب خالص لأ صعب جدا صعب جدا وللي حوليكي مش جزاب خالص لأ وما حدش عمليا بيحب يعني مهما أنا كنت بحبك أنت كأختي أو قريبتي أو صاحبتي لو أنا وإنتي حصل لك حاجة مش بإيدك لكن لو أنت حاسة بالمرارة طول الوقت فأنا لو أنت مهما أنا يعني هزورك كم مرة لحد ما في الآخر الموضوع بالنسبة لي عب عب نفسي عب نفسي فإدراك منطق الحتة دي إدراك عبقاري وغريب يعني غريب جدا أنها تدرك حاجة زي كده هقولك على حاجة كمان لطيفة دايما نما بخش في أي حتة والناس ما تبقاش عارفهم مين هيب هاجر خالص بيبصوا الأول حاجة فيها يا واحدة جاي على كرسي ونوسع لها المكان ونقعادها فدايما نقول لأي حد وأنا دخل مكان ما أقول لهم ادوني بس ثلاث دقيق مع الناس دي وعلى بس ما يشوفوا البني أدمن على الكرسي وما فيش ما بتاخدش لحظات وأول ما نقعد ونتعدل في القاعدة ونبتدي نتكلم خلاص بدأ يشوف الشخصية اللي قدام مش مش القلق اللي بيعملوا دخلة الكرسي وإحساسه يا ترى هنقول لها هنهزر ولا هنتكلم معاها جد ولا واخد بالك كل ده لو أنت واثق في نفسك وانت نفسيا تزبطت من الأول أول ما جات لك الإعاقة هتلاقي نفسك بتقعد ما بيهمكش مين اللي قدامك مين اللي قاعدين بتتصرف عادي جدا بشخصيتك فبتبص لأي الناس نسيت نسيت إن انت قاعد على كرسي وعلى فكرة الناس بتنسى كمان ما هدي انت نفسك بتنسي يعني بنفسك في الآخر طبعا لأنه اللي بيفضل في الآخر هو هو الشخصية وهو الحضور وهو التجاوب والتخاطب المزبوط آآ لأ يعني سدي يرفع لها قبعة مليون مرة على كل حاجة يعني على كل حاجة في الدنيا يعني 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 هو بعد ربنا أنا بحس إن أم هي كل حاجة بالنسبة لي هي اللي زبطت لي كل حاجة زبطت لي حياتي كلها وهي اللي خلت أبوي وأخواتي يتقبلوني لأن هي لو كانت جزعت صح كان كان على طول الراجل بيجزع على طول الأخوات يجزعوا إحنا يعني أنا كنت عايشة فعلا يعني إما حد يقول لي أنت محزوزة قال لهم أنا محزوزة بأهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا